نشرة الأخبار من الميادين نبدأها بالعنوين بعد تبرئته من تهمة التحريض على التمرد ترامب يعلن بدء حركته الوطنية وبايدن يصفه بالفصل المحزن من تاريخ البلاد وقف العدوان السيادة الكاملة على كامل التراب الوطني رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن يؤكد أن صمود الشعب أثمر نصرا على التحالف السعودي رئيس تحالف الفتح في العراق يحذر من هجوم تركيا محتمل على سنجار وحركة النجباء تدعو أنقراء إلى مراجعة حساباتها أهلا بكم إلى التفاصيل برأ الكونغرس الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب من تهمة التحريض على التمرد وأحاز ترامب هذه البراءة لعدم توفر أصوات كافية لإدانته تعليقا على ذلك قال الرئيس جو بايدن أن هذا الفصل المحزن من تاريخ البلاد يذكر بأن الديمقراطية هشة يجب الدفاع عنها دائما والبقاء على يقظى فيما وصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من صوت لتبرئة ترامب بالجبنان وبعد تبرئته أعلن ترامب أن ما وصفها بحركته الوطنية قد بدأت للتو وفي بيان له وصف ترامب محاكمته بأنها مرحلة أخرى من أكبر حملة اضطهاد سياسي في تاريخ الولايات المتحدة وأتوجه إلى أنصاره بالقول أن أمامهم الكثير من العمل وأنه يعول على مواصلة الطريق المشترك نحو ما وصفها بالعظمة لأمريكا وشعبها وجه زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكوني لانتقادات لذعة لدونالد ترامب رغم التصويت على تبرئته وأحمله مسؤولية أخلاقية عن الاعتداء على الكابيتل لا شك في أن الرئيس ترامب مسؤول عمليا وأخلاقيا عن إثارة أحداث ذلك اليوم وهلاء المجرمون كانوا يحملون راياته ويعلقون أعلامه ويصرخون بالولاء له تصرفات الرئيس ترامب تقصير مشين الرئيس ترامب ما زال مسؤولا عن كل ما فعله عندما كان في منصبه لم يفلت من أي شيء بعد أعلن البيت الأبيض قبول استقالة متحدث باسم الرئيس جو بايدن بعد أن هدد بتدمير صحفية سألته عن حياته الشخصية كان قد أعلن عن إيقافه عن العمل لمدة أسبوع بعد تهديده صحفية وإدلائه بتصريحات تنموا عن تمييز جنسي خلال محادثة هاتفية أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهد المشاط أن صمود الشعب أثمر نصرا وأشار إلى أن التوجه الدولي إيجابي ويجب أن يستمر حتى رفع الحصار ووقف العدوان وقد لمستم في هذه الأيام الأخيرة كيف أثمرت نصرا صمود شعبنا أثمر نصرا وصلت مظلوميته إلى أنحاء العالم وكان هناك في الأيام الأخيرة مواقف إيجابية من الاتحاد الأوروبي حتى السياسة الأمريكية بدأت ترأي سياسة وهذا توجه إيجابي يجب أن يستمر هذا التوجه حتى يتحقق لشعبنا رفع الحصار ووقف العدوان هذا شيء مهم جدا يجب أن نواصل جهادنا وجهودنا كل من موقع عمله حتى يتحقق لشعبنا الانتصار الكامل الانتصار الكامل حتى يتحقق لشعبنا رفع الحصار ووقف العدوان السيادة الكاملة على كامل التراب الوطني وهذا شيء واجب تقره لنا كل الأديان السماوية كل دساتير الأرض الدفاع عن أنفسنا الشيء تقره كل الشرائع السماوية وكل قوانين الأرض وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشام قال أن الولايات المتحدة تحاول تخفيف حالة الصخط العالمي ضدها عبر ذر الرماد في العيون في وقت تشدد فيه الخناق على الشعب اليمني بالحصار وفي تغريدة على تويتر أشار الشام إلى أن الشعب اليمني بات يفهم سياسات واشنطن جيدا لافتا إلى أن من عجزوا عن قتله بالسلاح ليقتلوه بالحصار والتجويع إذن حكومة صنعاء تدعو الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوة جديدة لوقف الحصار والعدوان على اليمن بالتزامن مع قرار رفع تصنيف حركة أنصار الله عن قائمة الإرهاب تقرير أحمد زبيب لن يكون لقرار الإدارة الأمريكية برفع حركة أنصار الله من قائمة الإرهاب معنا كما تقول صنعاء إلا في حال اتخاذ قرارات متزامنة ملموسة على الأرض لفك الحصار ووقف العدوان وتخفيف سوء الوضع الإنساني فالقرار كما تقول لا يعنيها منذ اتخاذه تراجع الإدارة الأمريكية عن تصنيف أنصار الله كحركة رهابية ليس بدوافع أخلاقية أو إنسانية كما أدعت الإدارة وإنما بدافع المصلحة ونحن كنا أكدنا بأن مثل هذا القرار تصنيف أنصار الله كحركة إرهابية ليس في صالح أمريكا لأنه سيعزلها عن ممارسة أي دور سواء على مستوى اليمن أو على مستوى المنطقة لأن اليمن قد أصبحت دولة قوية بالنسبة لنا في اليمن لم يهمنا الإدخال في القائمة ولا يعنينا أيضا ولا يهمنا ولسنا متفائلين بالخرج من القائمة لأن العدوان ما يزال مستمر وسواء صنفت الشعب اليمني بالإرهاب وصمتوا بالإرهاب أم لم تصفوا فإرهابها هو تمارسها لا يتمارسها بحك الشعب اليمني لا يراهن الشارع اليمني على القرارات الأمريكية لوقف الحرب بل على صمود اليمنيين في جبهات القتال والمواجهة لإنهاء الحرب وفك الحصار أنا أرجو من أخواننا اليمنين من أخواننا المجاهدين أن يستمروا على ما هم عليه من الحماس والصمود لا نراهن على أمريكا ولا على قرار أمريكا نراهن أولا على الله ثم نراهن على الميدان ثم نراهن على الصمود ويتزامن مع تراجع الإدارة الأمريكية عن التصنيف تحقيق قوات صنعاء إنجازات ميدانية في مختلف محاور القتال في مأريب رغم الغارات الجوية المكثفة للتحالف السعودي والهدف مدينة مأريب وتحريرها يقول مراقبون إن أمريكا تحاول بقراراتها الجديدة الخروج بماء الوجه أمام العالم نتيجة مشاركتها المباشرة في الحرب على اليمن ولذلك يجب عليها أن تصغي للتحذيرات المتواصلة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ قرار فوري وإنهاء الحرب أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين توحي المؤشرات العالمية الحالية إلى قرب انفراج في الحرب على اليمن وإنفراج يمني سيكون من الزاوية السعودية هزيمة تفضي إلى تغييرات استراتيجية كبيرة في المنطقة تقرير هبا محمود قبل نحو ستة أعوام اخترت السعودية لحربها على اليمن اسم عاصفة الحزم كانت تتحدث عن عاصفة سريعة شديدة البأس والأثر التسمية الدالة على ما يؤخذ بشدة ويضبط بقوة انهارت مع الأسابيع الأولى وطول أعوام قاسية استطاع اليمن كسر الأعراف والقواعد المنطقية والتقليدية لموازين القوى كان مع السعودية تحالف شريص من دول مجاورة لليمن ودول إسلامية وعربية قد تطفي عليه شرعية ما وكان من ورائه وبين يديه كل الموافقات الأمريكية الغربية اللازمة لإتمام معاملاته كل هذا في وجه بلد فقير معدم شبه معزول عالميا لكن الرياضة وعلى الرغم من ذلك لم تستطع تحقيق نصر ميداني يذكر أو حتى الحفاظ على وحدة صف تحالفها قبل أن ينخره التناحر الداخلي وينسحب منه الإماراتيون تركنا الرياضة تتخبط في معركة باتت ملامح الهزيمة فيها واضحة وبينما كانت مجازر التحالف السعودي ترتكب سابقا مجزرة تلو الأخرى وغارة بعد الثانية ووباء ثم الآخر كان العالم صامتا إلى أن بدأ على حين غارة تكاثر المواقف والإدانات الغربية والأمريكية ضد هذه الحرب إلا أن اليمنيين لم يروا فيما ينمو حاليا في أرض المواقف الإنسانية الغربية ثمرا يغني عن جوع فالحرب متواصلة والعدوان مستمر والحصار قائم والمعاناة حاضرة لا يزال الكلام بنظرهم كلاما ولا تزال رائحة الأسلحة الغربية والأمريكية ملتصقة بالأرض اليمنية ولا يزال الوقت يمر بمزيد من الفرص الضائعة لإيجاد حل سلمي لذا يستمر اليمنيون بتوجيه الضربات في العمق السعودي وأسقاط المسيرات والتقدم في مأرب وعلى جبهات أخرى مؤكدين أن أي تسوية مرتقبة ستكون تحت النار اليمنية لا العكس أشار الشيخ عيسى أحمد قاسم إلى أن النظام البحريني مستمر في التنكيل والاضطهاد ومطاردة أي صوت حر يطالب بالإصلاح وفي ذكرى ثورة الرابع عشر من فبراير شدد على أن النظام تخطى كل الحدود بتوقيعه اتفاق التطبيعي مع العدو الصهيوني لأن النظام تخطى في هذه السنة من عمر الحراك كل الحدود ليس بالنسبة لحقوق الشعب وكرامته فقط بل مع تحديه للشعب تحدى كل الأمة وأمنها واستقلالها ووحدتها ومصلح تحاضرها ومستقبلها بما أقدم عليه من جريمة الخطوة الآثمة الجريئة في الباطل المتمثلة في اتفاق التطبيع مع العدو الصهيوني وتفعيلها والتي حقيقتها الدخول في حلف مع هذا العدو ضد الأمة والارتماء في أحضانه الشيخ خاسم دعا إلى تشكيل حلف عربيا وإسلاميا على مستوى الشرق الأوسط لاسترداد كل حقوق الأمة وفي مقدمتها الحق الفلسطيني ولكم هو مربح ولكم هو مؤمن للمنطقة والعالم العربي والإسلام ولغيره أن تتحالف دول المنطقة على طريق حلف الأمة الكاملة حلف الأمة كاملة لتكون القوية يومها وغدها وليتقود حركة حضارية على خط إسلامها لربحها لربحها وربح كل الأمم وأمنها وأمن كل الأمم وليتقود تكون القادرة حقا على استرداد كل حق للأمة وفي مقدمة ذلك الحق الفلسطينيين وحق المسجد الأقصى النشر مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أكد رئيس تحالف الفتح في العراق هد العامري وجود معلومات استخبارية عن نية شن الجيش التركي هجوما على جبل سنجار ودع الحكومة التركية إلى الكف عن ممارساتها العدائية التي لا تخدم مصالح البلدين مضيفا أن العراقيين توقعوا من الأخيرة الانسحاب من الأراضي العراقية بشكل كامل للقيام بالمزيد من الاحتلال إلى ذلك دع العامري الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أي عدوان حركة النجباء دعا التركية إلى مراجعة حساباتها قبل الإقدام على أي خطوة ورأت أن العراق أصبح في مرحلة مفصلية من تاريخه مسرحا للانتهاكات والتجاوزات من كل الجهات والدول في ظل المواقف الرسمية الهزيلة والمصالح الفئوية الضيقة ودعت الحركة كل الجهات السياسية إلى اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه مثل هذه التجاوزات أقامت السرايا اللبنانية للمقاومة احتفالا لمناسبة ذكر القادة الشهداء في روضة الشهدين بالضاحية الجنوبية لبيروت واستذكر الحاضرون مسيرة القادة الشهداء مؤكدين جاهزية المقاومة في مواجهة رياح الفتنة التي يسعى إليها الأطراف الخارجيون إلى جانب الاستمرار في التمسك بالقضية الأساس على طريق فلسطين والقدس هي أكثر من شراكة في قضية لا فارق في الهدف بين السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال منذ تأسيسها قبل 24 عاما وبين المقاومة هنا قرب أضرحة الشهداء القادة ومنهم أحد أبرز مؤسسيها في الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاده القائد العسكري عماد بغني تجدد السرايا تظهير هويتها كجزء أساسي من المقاومة يجب أن نكون على يقين أنه كلما اشتدت رياح الفتنة فإن جهوزية المقاومة ستكون أقوى وجهوزية بيئتها كذلك نهاية العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي وأدوار مختلفة في المواجهة مع الجماعات التكفيرية يحفل بها سجل السرايا امتداد لبناني عابر للطوائف كفكرة المقاومة وكواها الحية التي باتت عابرة للحدود مهما هددوا أتباع المقاومة بالحصار والإرهاب والعقوبات والتشويه الإعلاني والسياسي ومهما اتهمون لن نترك هذا الأمر أو نهلك دونه عقدان ونيف باتت السرايا لأكثر من جيل رجال يعيشون يومياتهم على نحو طبيعي مع فارق جاهزيتهم الدائمة للتحول إلى مقاتلين في أي معركة يفتحها الاحتلال على لبنان جاهزية تعد من نقاط قوة السرايا التي تقلق الاحتلال السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال باقية طالما أن أسباب وجودها قائمة هكذا يؤكد المعنيون بتطويرها وتعزيز حضورها في انتظار لحظة تكون فيها السرايا في قلب المعركة لأداء دورها في الدفاع عن لبنان وحفظ هويته جمع الغربي بيروت الميادين للأسبوع الرابع والثلاثين تظاهر الآلاف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو مطالبين باستقالته المتظاهرون تجمعوا أمام مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس المحتلة وأمام منزله إضافة إلى الجسور وتقاطعات الطرق المتظاهرون طالبوا بتنحي نتنياهو بسبب محاكمته بملفات فساد وسوء إدارته لأزمة كورونا تعرض المخرج البريطاني اليساري المناهض للصهيونية كين لوتش لحملة شرسة غير مسبوقة في محاولة لإسكاته وقمع التيار المناصر له موسى سرور اللوب الصهيوني في بريطانيا يلاحق المخرج السينمائي كين لوتش ذا الميول اليسارية بتهمة معادات السامية لوتش الذي عدى الهولوكوست مسألة تاريخية ينبغي أن تكون مفتوحة للنقاش والمراجعة نجح في تقديم محاضرة في جامعة أكسفورد بعد ضغوط هائلة مرست على الجامعة العريقة لمنع تنظيمها الحملة الشرسة على كين لوتش هي جزء من حملة اللوب الصهيوني على مؤيد القضية الفلسطينية وهدفها القضاء على الجنح اليساري في حزب العمال فالمخرج البريطاني يعد من المدافعين عن القضية الفلسطينية ومن الذين أخرجوا أفلاما تنتقد الرأسمالية الحملة الصهيونية على لوتش لا تقل شراسة عن استهداف الموالين لجيرمي كوربين داخل حزب العمال البريطاني كيريستارمر وفي سابقة مستهجنة لم يتوانى عن تعيين عساف كابلان الجسوس العسكري الإسرائيلي الصابق للعمل في مكتبه خطوة أثارت تساؤلات لدى أنصار القضية الفلسطينية في بريطانيا بطبيعة الحال سيكون هو في مكان يستطيع الحصول على معلومات على أكبر عدد من أعضاء الحزب إن كانوا على كل فلسطينيين أو عرب أو مسلمين أو أي ملة أو مساندين للفلسطينيين فهذا ما دفعنا في حد التضامن لإصدار بيان نتساءل عن الخلفية تعيين هذا الشخص في داخل مكتب رئيس حزب العمال السابق ولا أعتقد أن هذا قد يحصل في عهد جيرمي كوربين وتجرى محاولات في بريطانيا لإدراج معادات إسرائيل ضمن سياق تعريف معادات السامية التي دفع ثمنها الصحفي ناثان روبينسون بعدما ترد من صحيفة الغارديون بسبب تغريدة له غير مقصودة كشف فيها عن الدعم العسكري الأمريكي غير المحدود لإسرائيل من أجل دحسين الوضع للانتخاب لحزب العمال البريطاني باتت أولوية القيادة الجديدة مكافحة المعادين للسامية على حساب القضية الفلسطينية أولوية ستزيد برأي المراقبين الشرخ داخل حزب العمال فضلا عن خسارة الأصوات المتزايدة لمؤيدين قضية الفلسطينية موسى سرور لندن المعادين بمشاركة صينية وروسية إلى جانب الولايات المتحدة تجري مناورات عسكرية بحرية برعاية باكستانية المناورات تحمل رسائل مهمة ولسيما ما يتعلق بحفظ الأمن البحري في بحر العرب والمحيط الهندي تقرير بكر يونس المناورات العسكرية البحرية التي تجريها باكستان للمرة التاسعة في بحر العرب تشارك فيها روسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة ضمن سبع دول تشارك بشكل رئيسي في هذه المناورات بالإضافة إلى وجود 45 دولة بصفة مراقب روسيا في النهاية قررت استيعاب باكستان ضمن كيانها الإقليمي قبل ذلك الروسيا كانت مترددة بين الهند وبين باكستان لكن بعد ما شعرت بأن هناك الهند تماما أصبحت جزء من المنظومة الأمريكية في المنطقة فهي قررت أنها تكون مع باكستان رسائل كثيرة تحملها هذه المناورات التي تأتي بعد يوم من اختبار الجيش الباكستاني صاروخ بابر القادر على إصابة أهداف برية وبحرية وفق هندسة خاصة تقول باكستان أنها طورته لمواجهة أي تحرك يهدد أمنها هناك 45 دولة مشاركة في المناورات وهذا يحمل رسالة كبيرة للهند مفادها أن باكستان ليست منعزلة فقد كانت الهند تعمل على استراتيجية عزل باكستان عن دول العالم على المستويات المختلفة ولكن هذه المناورات توضح من خلال حجم الدول المشاركة أن باكستان لم ولن تكون دولة معزولة منورات البحرية أمان تهدف منذ طلاقها عام 2007 إلى وجود مشاركة دولية برعاية باكستانية لاستعراض أحداث الأسلحة العسكرية البحرية وسبل منع القرصانة البحرية وطرق تقديم المساعدة البحرية في الكوارث الطبيعية التي تصيب البحارة والسفن التجارية في بحر العرب والمحيط الهندي الختام من روسيا التي سجلت أكبر نسبة تساقط ثلوج في العاصمة منذ خمسين عاما مركز الأرصاد الجوية تأكد أن تساقط الثلوج حطم الرقم القياسي اليومي المسجل منذ نصف قرن ألفت إلى أن الرقم القياسي السابق كان في فبراير شباط عام 1973 تسعمائة وثلاثة وسبعين تسعمائة وثلاثة وسبعين لم يبقى لنا إلى التذكير بالعنوين بعد تبريئته من تهمة التحريض على التمرد ترامب يعلن بدأ حركته الوطنية وبايدن يصفه بالفصل المحزن من تاريخ البلاد وقف العدوان السيادة الكاملة على كامل التراب الوطني رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن يؤكد أن صمود الشعب أثمر نصرا على التحالف السعودي رئيس تحالف الفتح في العراق يحذر من هجوم تركيا محتمل على زنجار وحركة النجباء تدعو أنقرى إلى مراجعة حساباتها المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على صفحة الميدين على الانترنت الميدين دوت نت شكرا للمتابعة في أمان الله